كيف حال الجد بسيط؟ الحمد لله بخير كيف حال العاطلان؟ العاطلان؟ من قال ذلك؟ القرية كلها تعرف ما قمتم به مع المهندس الجديد أيها المشاغبان إنه سوء تفاهم وليس كما يقول الناس ليس كما يقولون إذن ففعل ما تمليه عليكما ضمائركما نعود ونعتذر جاءتني فكرة ما رأيك يا جد لو أعطيتني حلوة وسوف أعطيك قيمتها حين أعود للعمل؟ موافق تفضل وهذا دين عليك شكراً شكراً يا جدي مع السلامة مع السلامة مع السلامة ام 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 السلام عليكم يا جدي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل تخصك هذه السلسلة يا جدي؟ لقد وجدتها بالقرب من دكانك لا لا تخصني احتفظ بها وإن سألني أحد عنها أخبرتك بالأمر هيا يا أحلام سنتأخر على الدرس مع السلامة يا جدي مع السلامة يا أحفادي مع السلامة إذا كان الأمر كما يقول الجد بسيط ربما كان هذا هو الصندوق المقصود وكيف سنعرف ذلك ما دمنا لا نعرف كيف نفتحه؟ لنجرب مرة ثانية ضعيه هنا تفضل أعتقد أن هذه الرموز التي عليه تظل على شيء ما آه فهمت إنها تكون كلمة ذهب نعم كلها بارزة وموجودة إلا حرف الهاء جرب أن تخلع حرف الباء مثلا من مكانه أحسنتي إنه يمكن خلعه وتركيبه إذن لنفتح الصندوق نحتاج حرف الهاء ولكن أين سنجده؟ آه هذه هي المشكلة لقد انتهت آثار الأقدام إلى هنا آه إلى أين ذهبوا؟ هل دخلوا عند الجد بسيط؟ إن سألته الآن سيقول لا أعرف ويضربوني بعصاه مثل المرة السابقة آه سأذهب عند البحيرة ربما يحضراني اليوم إليها والآن وقد انتهينا من درس اليوم ماذا استفدنا اليوم يا صديقاتي؟ تعلمت أن الصدق نجاه وأنه يهدي إلى كل خير وأنا تعلمت أن الصادق يحبه الناس ممتاز أنا فخورة بكم جدا يا فناتي ما هذه السلسلة الجميلة؟ إنها بحرف الهاء إنها قديمة جدا لكنها مميزة للغاية حرف الهاء قديمة هل يمكن أن أراها من فضلك؟ إنها هي إنها بقية الشفرة شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر